أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنسل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ولتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يأخذكم الله من لو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعم عشرة مساكين من أوسط ما تتعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبوضاء في الخمر والميصر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وعطي الله وعطي الرسول واحذروا فإن توليتم فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا فيما طعموا إذا آمنت تقو آمنوا وآمنوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله من شيء من الصيد تناله أيديكم ولماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيبة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدر الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة تنطعام مساكين أوعد لذلك صيما اليدو قبال أمره عفا الله أما سلف ومن عدى فينتقم الله من والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما ضمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسل إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستبي الخبيث والطيب ولو آجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأنثنهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم أوضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضروا حدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عادل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في اللغة فعصبتكم مصيبة الموت تحبصونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن التبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثروا على أنهم استحقوا إثما فآخرا يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تنينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد بينا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أدبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى من مغي مذكر نعمتي عليك ولا والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرع الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل كيذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى من مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنسل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه وعذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يبدو الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإن كنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفى الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضي عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قنير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي يخلقكم من طين ثم قضوا أجلات وأجل مسمن عنده ثم أنتم تمتلون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرعكم وجهركم ويعلم ما تكسمون وماتتهم من آيات من آيات ربهم الله كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في لوض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مضرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين وقالوا لولا أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأغضي ثم وضروا كيف كان عقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفس الرحمة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة العريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخافنا صيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهوانا كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي لي هذا القرآن لينذركم به ومن بلو أئنكم لتشهدون أنما الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني براب وإنني بريء مما تشركون الذين آطينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا إن شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظم كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمي إليه واجعلنا على قلوبهم كنتنا يفقهوه وفي آذن مقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لا دوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة موتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وميحملون أوزارهم على ظهورهم ألا أساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يتاهم نسرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك يرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسل من في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجماهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه إرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يتر بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سمء وبقم في ظلمات من يشأل الله يدلل ومن يشأل يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم آذاب الله وتدكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعنهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم مأسنا تضرعون ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بوتة فإذا هم مظلمون فإذا هم مبلسون فقط يداظر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتم إن أتاكم ما ذاب الله بغطة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأمى والمصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتتردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكر وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل الصالح من عمل منكم صوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهي تنامد الذين تدعون من دون الله قل لا تبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستاجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستاجلون به لقد يلأ الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البل والمحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطم ولا يبسن الله في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه نقضى جل مسمى ثم إليه مرضعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويصن عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات المر والمحر تدعونه تضرع وخفيع لئن أنجعنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر وعلى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم أو يلبسكم شعو ويذيق بعدكم سبعد انظر كيف نصرف الآيات علهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينصي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغورتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين وصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يدرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيرا له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لسلما لرب العالمين وأن نقيم الصلاة والتقم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وتتخذ أصنا من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب النافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا لم يهدني ربنا كونن من القوم الضالين فلما شمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه وقال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واصلع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنك مشرة من الله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك خجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ياقب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته دابود وسليمان وعيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسى وينسى ولوطا وكلا فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبطانهم ما كانوا يمنون أولئك الذين أعطيناهم الكتاب والحكم والنظفة فإن يغفر بها هؤلاء فقد وقل بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكران العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنسل الله وعلى بشر من شيء قل من أنسل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنسلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتمذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كدما أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سننصل مثل ما أنسل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزونا ذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فراداكما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم راء ظهوركم وما نرى معكم شفاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرجوا الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تفكر فالق يصباح وجعل الليل سكرا والشمس والقمر حسنانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات المغي والمحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون قد فصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنسل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا مطراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناف والزيتون الرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بدير السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لمصار وهو يدرك لمصار وهو اللطيف الخمير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشرك ولو شاء الله ما شركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكل ولا تصفوا الذين يدعون من دون الله فيصفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعلكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في تغيانهم يعمهون صدق الله العظيم يعمهون من قبل أكبروا بغير علمهم